محمد مجدي أفشا من جميل نادي الأهلي بدأ يجهز بعض العروض الخارجية وتحديدا من الدوري التركي وأيضا من الدوري السعودي تحسبا لوصول العلاقة بينه وبين مارسل كولر إلى طريق مزدود على خلفية أزمة السنائي الأخيرة بعد مباراة مازنبي بحسب مصدر فيه النادي الأهلي أفشا تحدث معاكيل أعماله عشان يشوف له عروض رسمية للرحيل بنهاية الموسم الحالي بحسب المصدر أيضا أفشا عنده عروض من الدوري التركي والدوري السعودي أو بيدور على عروض في الدوري السعودي والدوري التركي وعنده رغبة فيه الرحيل عن الأهلي في حال استمرار مارسل كولر مع الفريد طيب الحكاية أفكركم بها فلاشباك مارسل كولر كان بيمكوسين كده تحدث بطريقة معجبتش مارسل كولر بعد مباراة مازنبي وقال له من الآخر كده عفوا أفشا أفشا تحدث مع مارسل كولر بطريقة معجبتش مارسل كولر وقال له يعني بنكوسين يعني إنه ما بيطبقش العدل وإن إمام عشور كان لسه راجع من الإصابة والشارك وأنا موجود مع الفرقة وبقادي بشكل كويس فبلعبش فبينكوسين يعني أنت ما بيطبقش العدل طبعا الكلام ده دايق مارسل كولر عشان كده استبعد محمد مجدي أفشا من تشكيلة وقايمة النادي الأهلي طيب